مرحبا استكمالا لموضوع Linear Gradient اليوم ننتعرف كيف انا ممكن اغير اتجاه التدرج في الالوان على حسب زاوية معينة يعني احنا كنا نعمل مثلا من الرفت للرائت او من البوتوم للتوب اليوم لو انا ضفت براميتر جديد مش تدرج من الشمال لليمين كيف صار التدرج من الشمال لليمين فعليا لو احنا عندنا زاوية والزاوية تمشي تسعين درجة تسعين درجة من اليسار لليمين طيب لو انا قلت له ماينس تسعين هنلاحظ انه اتجاه اختلف لانه بالسالب لو انا بدأ اقول له مثلا مية وتلاتين لاحظوا كيف الاختلاف صار كيف قاعد بصير تغير التدرج شايفين كيف قاعدة بتتشاغلى بالقيم صارت العكس معناها انا بقدر بي اذا انا بدي تدرج معين بزاوية معينة انا بقدر احدده بديجري لكن لو انا مش معنية بالضبط بزاوية معينة ممكن اقول له مثلا تو توب رايت تو بوتوم ليفت الى الاخره لو ارجعنا للباكراوند اميج هاي اللي كان فيها تو ليفت يعني من رايت تو ليفت هيبدا من الكحلي هنا وبعد نراح للاصفر واجه قلت له انه انا عندي الكحلي او الازرق هذا بدي ستين في المية من التدرج هنا سبعين في المية هنا تمانين في المية هنا تسعين في المية من التدرج هنا تسعين في المية من التدرج هنا مية في المية شوف على الانسبكتور ستين في المية من التدرج كان من نصيب اللون الازرق بعد هيك العشرة في المية اللي اجت هنا كانت هي هذا الموف تقريبا بعد هيك الأورنج بعد هيك الأصفر في النهاية بقدر احدد قديش في المية من قديش نسبة من التدرج ممكن ياخد لون معين لما قلت له ستين في المية لاحظوا يعني النص والزيادة كمان عشرة في المية فمنلاحظ لهنا كله حاجز اللون الكحلي انا بقدر احدد اذا فيه لون معين انا بديها ياخد نسبة اكبر من الدرج او نسبة اقل من الدرج بقدر احددها عن طريق تحديد النسبة المئوية شكرا لكم وان شاء الله نلقاكم في الفيديو القادم شكرا لكم